وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 237 ألف مولود وده ضمن مبادرة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة تحت شعار 100 مليون صحة وده انطلاقاً يعني بداية انطلاق المبادرة يمكن كانت 13 يوليو 2021 ولحد النهاردة المبادرة شغالة بيستهدفوا النوم يعني نتمنى على أطفال الأجيال اللي جاية نشوف ايه مسببات الإعاقة نبحث أكثر عن صحة الطفل اللي هو بكل تأكيد هو مستقبل هذه البلد وزارة الصحة كمان وضحت انه دلوقتي شغالين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة واللي الكشف عن 19 مرض وراسي ده هدفها لدى الأطفال المبتسرين ومن المقارر ان المرحلة التانية كمان تشمل إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديث الولادة في كل الوحدات الصحية في كل محافظة جمهورية مصر العربية الحال هو مسألة الاهتمام بصحة الأطفال والاهتمام بصحة المرأة من وهي حامل ومسألة انه نعي تماما أهمية صحة الطفل من وهو صغير اكتشاف المبكر للأمراض علاجها حتى ان احنا ونحن نتكلم على التغذية السليمة داخل المدارس وزي الوجبات المدرسية تقدم للطلاب عشان يكون فيه بنيان صحي وقوي يقدر بيت طفل انه يمارس حياته بشكل طبيعي يتعلم يكون أكثر زكاءا يكون أكثر قدرة على انه يكون طفل عنده صحة كويسة يقدر انه هو يفيد نفسه ويفيد بلده بعد كده اشتركوا في القناة